عشرة كيلومترات باتت تفصل بين قوات الامن العراقي والحجد الشعبي وقلب قضاء الشرقاط القوات المشتركة تمركزت على جسر الشرقاط الذي يقع على الطريق الدولي المتوجه ناحية الموصل مرورا بالقضاء وانطلاقا من محور عمليات شمال بيجي فيما انشأت سواتر على جانبي الطريق واعلنت تأمينه على نحو كامل حتى اخر نقطة من خط الصد باعتباره من اهم المحاور الاستراتيجية بالنسبة الى التطورات الميدانية المتوقعة وابرز خطوط التموين العسكرية هذا اخر خط الصد باتجاه الموصل ولازمين هذا خط لانه احتباره هذا خط المهم اللي يطلع عليه خط طريق مكحول الشرقاط ويضع في الخط اليمين منها على حديثه توسيع رقعة السيطرة الامنية على المناطق الواقعة بين بيجي والشرقاط بما فيها مرتفعات مكحول يسعى الى ابعاد نيران داعش عن تمركز القوات الامنية فضلا عن قطع طرق التسلل او الالتفاف خلف القوات المتقدمة والتأثير في طريق الامداد العسكرية معطيات توحي بقرب اعلان الساعة الصفر لتحرير ما بقي من محافظة صلاح الدين والانطلاق نحو جنوب الموصل الشرقاط منطقة مهمة اذا اتحررت الجبهات اللي تصل على هجوم الموصل وهي امتال انبسة وامر على الهجوم والقوات متمركزة ومكاملة ومسيطرة على الوضع كله فقدان داعش لهامش الحركة في شمال صلاح الدين جعله يبحث عن ثغر يحاول من خلاله التأثير في زخم العمليات العسكرية لكن اسلوبي المواجهة والمشاغلة الذين يتبعهم الامن العراقي دفعاه الى التراجع الى مركز قضاء الشرقاط قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين بات المحطة التالية لقوات الامن العراقي بعد ان اقتربت منه لمسافة قريبة بالتزامن مع تعزيز نقاط تمركوزها على اطرافه وتأمين خطوط امدادها العسكرية استعدادا لمعركة الحسم المرتقبة محمد الفهد من اطراف قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين الميادين